كان يقول لي ما راح يقدم عراق ايدل قلت له محروف ضحك كان يقول لي تذكرين من راح صباح الخير يا عرب وقلنا الله قاسم شي جوز أكبر تليس كان يقول لي راح تقدم عراق ايدل ميس عمبر يا أهلا وسهلا حلا بيك شوانت زينا الحمد لله شوالحمر يعني غريب انه انا قاعدة بالطرف المقابل صحي كل الشعور غريب صح واني شي اسمع انا هذا المكان حسيت بي اردي انه الباور مالت هنا كلها ذا كل يوم قاعدت هناك بمكان اش حسيت اكو شي غلط صحب يعني انا ستدع حس انه يعني انا انا راح اسألك شوية حتعبك اي هادي بمشكلة انت عندش المساحة كلها بس انا محضر لش هواية اسألة يعني تدرينش قاعدنا اسألة قاعدنا هواية اسألة انت دا تنتقم من كل شخص انا قابلت بحياتي صدق يعني انت دا تنتقم لهم بما انه اني هسرو للغايفة صح يلا شوفوا يموانت الفكرة شنو الفكرة انه مرات مو كل مكان نقدر رحنا نحكي بكل شي صحي بس اليوم انت على راحتك يعني براحتي طبعا اوه ما حتسكتني يعني على راحتك يعني يلا كل شي طيب اول شي اذا رايد نقول قبل مجال الاعلام قبل ما تدخلي مجال الاعلام منو هي ميس مارد نقول خلنا نقول قبل ميس عنبر منو هي ميس ميس مثنى اسم الوالد طبعا عنبر هو بايدو وي عنبر هو اسم عائلة يعني بيت عنبر مو اسم فني بس خلنا نقول ميس مثنى طالبة بسيطة من ضمن عائلة من خمسة اشخاص والدتي والدي اختي اكبر مني حنين واخوي الصغير اوس عائلة قررت انه تغادر العراق بالستة وتسعين تتجه اول محطة لاردن نهاية الاثمانية وتسعين استقرنا بالامارات الحمد لله عائلة اكاديمية بحتة بسبب والدي يعني فاميلي عائلة صغيرة ونا حلوة واني البنية الوسطانية الحساسة مو اللي مدلل لا الوسطاني ممدلل يعني الوسطاني دائما دائما يعني الحساسة مع العائلة لان اشوف اختي تشبيرة مسموعة كلمتها اخويها مصغير وهم ولد فأنت احسب احساب دمس الحساس انا صغر واحد وانا الولد شفت اهى بعد عندك الاحساب فاتخيل انت الوسطاني دحيحة مثل ما يقولون اخواننا الاردنيين يعني ادرسه هواية اعتقل بالعراق يسموه ستشاتة يمكن يمكن ستشاتة اي جمعت المناظر وادرس وحب الرسم ارسم لحد الان ترسمين لحد الان ارسم بس جدا قليل بس رسمت رسمة قبل فترة اهى احب غني وصوتي محلو بس امي تحب صوتي هاي مجاملة يمكن هاي بصراحي يعني هاي يمكن انه اغني اي نها جربت حتى بعراق ايدل خلاني استاذ علي بدر اغني ونزلت على اليوتيوب صدق يالله لا يشوفك لازم حطلكم اي والله ولجلت التحكيم شانه والمتسابقين اه صدق انتقموا مني يعني ما هو اللي يقول لي بعد لطغنين ولي يقول لي ما عرف شنو يقول لي ما تتأهلين اه يعني شنو بعد تريد تفاصيل اي انطيتك ياهني اي صح طبعا اي برج العقرب اه اي صح انت انا عقرب اعرف انت واحد ثلاثين عشرة اي 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 انا واحد هدعش ها اقرب اتهم اقرب اني همين بس وطحبابين احنا بس حساسين الاقرب مو لان انا اقرب مو احنا اقرب يعني مثل الاقرب كلش هو شونو قولتش دريفن يعني هو طموح جدا وعنده هذا الاندفاع من نفسي كلش مندفع بس شكاك وغير هو عدد اقرب يعني هو هذي الشخصية يعني ما تقدر يعني تدريين شنو صاروا اياه انا كبارة اخويا اكبر مني محمد اي اقرب اوكي اي صح محمد هم اقرب واحد ثلاثين عشرة اي اي صح وياي بنفس اليوم وياي بنفس اليوم اوكي واني تخيلي فاني يشوفها قدامي اي فبعوا مرات الشخصية الاقرب تطلع قدام في بعض الاشيات كانت اسهل لي انا ما اريد اغلط نفس الغلطة وما اريد اغلط نفس الشي بس صعبة ما تقدر شخصياته بالاضافة معرف اكو شي ثاني بعديني سول فلك علي ما يسقل شنو ترسمين ايام خلنا نقول المدرسة والكلية شت اميل للرسم الكارتوني اكثر وما زلت اميل للكارتون اكثر احب الرسومات الكارتونية الانمائي وهي شاء الله ساندي بيل وهذا اني لا والله شنت اكثر شخصيات ديزني احبها شخصيات كارتونية باشكال بنات بعدين دخلت اكثر درست بال اخذت كورسات بالجامعة كانت لي دراوينج وان ودراوينج تو دخلت اكثر برسم البورتريت فحم التنقيط بالباستيل دخلت بيهم الى ان ما اخذني الشغول وابتعدت طيب الفنانين اادت انا والناس اللي عندهم هذا الجانب الفني يستخدموا بغير مكانات يعني مثلا انا عرف هواي الفنانين شي الكريتيفتي تطلع عندهم سهولة تحسيني نفسك شنو انتي يعني كريتيف يعني شو انا قولك استخدمتي هذا الجانب مات الفن بالشغل وهي شي او الفكرة الابداعي يعني لا يعني ما لا ابدا لا ما ممكن بحياتي الشخصية من ناحية الاختيار الالوان باللبس اختيار الالوان اللي تقبلها الكاميرا افكار الالوان الحيادية وما الالوان الحيادية صح ماجستير علاقات دولية نعم اوكي اول شيء انا البكالوريوس هي كلية العلوم الانسانية والسياسية اوكي هاي طبعا جامعة الامارات هي جامعة حكومية فكان اسم الكلية كلية العلوم الانسانية والسياسية تتخصص بمجال معين فاني تخصصت بالماس كومنيكيشن الاتصال الجماهيري من الاتصال الجماهيري تحدد بعض الساعات انت وين تريدها هذا النظام الامريكي فكانت كلها عبارة عن دراسات فلسفية للانتاج التلفزيوني دراسات سينمائية الاتصال الجماهيري بس كلها من ناحية علوم انسانية يعني بها سايكولوجي هلو سايكولوجي هو اغلبها سايكولوجي يعني حتى احنا اللي الدراسة مالتي كانت مثلا من انتج فيلم او انتج مسلسل من احكي عن حركات الكاميرا او احكي عن زوايا الكاميرا عني ليش اسويها مش وقت تختار تكون الزاوية مالتك عالية وش وقت الزاوية تكون ناصية لانه انت من تاخذ الموثل من زاوية عالية انت تتهمش احيبين صغير صح فتتبينه بنقطة ضعف من تاخذ من تحت انت راح تبين اضخم وبالتالي انت حتبين ممكن صورته ممكن يكون متسلط متحكم قوي يعتمد انت الممثل حركات ضربت لك الماء حركات الكاميرا بنفس الطريقة يعني مثلا الحركة مالكاميرا مثلا الارك كل هاي الاشياء انت من تدرسها دراسناها بطريقة دراسات يعني فلسفية اكثر ثاني سنة اول سنة جامعة ثاني سنة جامعة زاد حبي اكثر للعلوم السياسية مع الميديا مع بعض فقررت بوقتها انه اشد حالي واكون متميزة حتى اقدر اكمل ماجستير بالدبلوماسية والعلاقات الدولية والحمد لله قدر تحقق هذا الشيء كلش مهم هذا حتى المجال بس ما دورت على الشغل مثلا بالدبلوماسية والعلاقات الدولية لا لا بلي ادي اصلا كانت اول فرصة عمل ورا الشي اسم التخرج من الماجستير كانت بوزارة الخارجية كان بوقتها الوزير يعني معالي الوزير السابق كان هوشير زيباري وقتها انا دا اتكلم لك على 2015 انت تعرف بنهاية السابع 2014 صار داعش احتلال داعش للعراق لبعض المدن العراقية فبالتالي صار اكو شوية تخوفات من العائلة انضمامي لوزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي فاتأجلت الفكرة الى ان انغمست اكثر بالشغل مالتي بس رجعت لا عن طريق مفوضية شؤون اللاجئين يعني انوي انت تحاول تكون حول حلمك اللي انت بديته صحيح او تأثرين بهالمنطقة فما يعني عدم انضمامي لوزارة الخارجية كان بسبب داعش يعني فقط يعني الوضع ما كان وكلنا نعرف الاوضاع من تفجيرات وامور غير طيب وبعدين كيف هنا انت بعد الماجستير دخلتي للاعلام لا من قبل يعني انت كنت طالبة اي 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 انا اول ما اتخرجت من الجامعة باكالوريوس اول شي اشتغلت بقناة ال CNBC الاقتصادية كنت منتير منتج يعني منتج العفو هاي ناس هاي ما تعرفها صحيح صحيح كنت احسوي ادتينج لبرنامج اسمه اليوم في صور هاي ادتينج يعني قصد اشيلها؟ تقطيع اي 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 لا مو ادوبيت شنا نستخدم الافد برنامج الافد فالمونتير هو سيدا يفتهمني الافد شوية احنا دا نحكي عن 2012 نهاية 2011 2012 بعديا قدمت اوراقي حتى اشتغل بقناتي الشرقية العراقية اللي هي في الميديا سيتي بدبي اشتغلت اول شي مع استاذ بدر الجبوري المخرج العزيز اشتغلت ويا طبعا هما الكادر كلها كان بوقتها مدير البرامج للاستاذ علاء الدهان وكانوا كلهم موجودين استاذ فراس السراي علي البياتي بس انا اشتغلت بالتحديد بالبداية مع استاذ بدر الجبوري مساعد بث للشرقية دراما فهاي بدايتي كميس فكنت مساعد بث اقطع ارشفه ايام الشرقية دراما منها استاذ علاء الدهان قال لي شنو رأي يشصرين قدام الكاميرا وطلعنا ب خير 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 شنو كان حساسك اول مرة قدام الكاميرا هاي لازم يعني سولفو لك هما اذكر استاذ صباح الربيعي وجه لتحية كلش شبيرة هو اللي دربني كانت عندي مشكلة كل ما تنحط الكاميرا عليها سوهي شي من التوتر ايه والله يقول لي هاي ايدي ناتج بس واحدة تقفل على الثاني وما سوهي شي حساني اوكي يعني انت الاجواء ما لستوديو انت متعود عليها من العمل صح بس انت فجأة صار عندك يعني شون تركيز عليك الـ انت عندك المشكلة شنو بيه انه انت دي حتياك المخرج وممكن المصور والصوت ومساعدة البث وابو الصوت ومعرف شنو غير عن هذا المتصل اللي راح يحكيو ياك فيعني كانت صعبة خصوصا برنامج لايف ايه وش قد طولتي حتى تعودين على هاشي لا اني كان عندي فترة تدريب طويلة جدا كانت تقريبا من 6 الى 8 شهر طولنا حتى لحد ما طلعت وصرت فعلا على الهواء مباشرة مع الشرقية ممتاز طيب راح تكلم احنا شوان انت بعدين انتقلت ايه انتقلنا ايه بس اكوة ذكر مرة يمكن اولة وثانية مرة التقينا قلتي لي انه عبارة دائما تردديها انت اللي هي يعني والدي خبرني ما في شي مستحيل تبا للمستحيل لا شيء مستحيل هاي العبارة قلت انت دائما تكرريها ايه مش قد اثرت بيج هاي العبارة مش قد انت هواية مهند يعني هو يمكن لانو والدي بحد ذاته رسم هاي الصورة هو خلال تجربته وقدامنا فانت تعرف انه انتقاله من كل مرحلة قدر يوقع بيها ويقوم ويأسس وينجز اه ما اعرف بس كلش كلش يتأثر بيها واكثر من شخصية قادة المجتمع قالتها حتى الشيخ محمد بن راشد قال ما شي مستحيل فاعتقد المستحيل احنا احنا نحطه قدامنا لانه هو فعليا يعني الا اكيد يعني هو كله باذن رب العالمين بالنهاية لكن حتى رب العالمين قالك اسعى يا عبدي صح فانت اسعى وحتى المستحيل انا شوفه يتغير بمعنى انه مستحيل كان يمكن بنظرك انه انا اكون بوزارة الخارجية لكن انه ويرب العالمين فرلك ياها جاب لك المكان يجوز الاحسن صح انك تكون ميسى عمبر به يعني فماكو مستحيل انت امشي وطريقك رح ينطيك الافضل مراتين رسم الطريق يرسم يرسم انت تقول لا ماكو مستحيل فعلا ماكو مستحيل انت امشي ويا ورح توصل للطريق اللي انت تريده بممكن بحلم مختلف صح مي بالمئة مرات احنا نخطط الفتشي ونقول انه هذا ونكون دقيقين به وواضحين نقول هذا الشي اللي اريده بس سبحان الله لان ماكو طريق مستقيم لهذا الشي ابدا فهذا الطريق المتعرج رح ياخدنا المكان احسن صح مشابه لكنه احسن بضبط هذا يدري تقوله هو مشابه وممكن احسن وتقول اوه هم زين ما رحت هناك صح هذا احسن لي هذا افضل لي فتح يعني عينك على افاق انت ما متخيلها يعني ما تخيلت بيوم انه اني بطريقة او باخرى رح توصل لهذا المكان لا هو من طريق انت بدأت كلها تذكر كان دكتور بالجامعة يسميني نيوزهوليك اللي هي مدمنة اخبار جنت بس اروح اقعد الصبح بالمحاضرة كان يقول لها يعني يقول للبنات احنا الجامعة بس بنات كان يقول للبنات قبل ما نبدي المحاضرة خلي ما يستحشينا شنو صار بالاخبار فانت يعني دكتور بكلمة كلمتين اكتشف بك حبك للسياسة حبك لهذا هذا خلاك تقول انا حدرس اكثر حتى اقدر اكمل ماجستير بهالمكان صح انه انت بادي بمكان ثاني يعني ما اعرف هي الدنيا غريبة صح ومرات هذه يكون من واحد ينبهنا على فتشاغلان انت بيقول لحظة اكفت شي هنا انا يمكن الي اهنا صحيح طيب ليش انت جحبه هواي للنيوز ما اعرف الحد الان حتى جد تقوليني قبل شنو يوم انه انت على طول حطة اي قناة بي بي سي سكاي نيوز سكاي نيوز سكاي نيوز اي 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 على طول تسمعي لها دائما بالسيارة واو يعني الا اذا اكون راجعة بالليل مثلا من طلع يا صديقاتي وصدق عاجبني اسمع اغنية احطها بس عادة الراديو ماتي سكاي نيوز بس انت ما تشاركين اي وجهات نظر سياسية عادة قللتها قللتها بعد المظاهرات العراقية لانه اكو وجهات نظر مختلفة تماما عن الواقع اكو صديق ذاك اليوم كنا قاعدين بجلسة فمدري شنو دا نحكي فدا قول لي اي يعني قصدك انه اذا نرجع للمادة دستور العراقي 73 مارا شنو دا نحكي على الانتخابات وهاي فشان يقل لي قل لي حلو لو ناس تعرف بيش انه انت حتى تعرفين المواد البدستور لانه هذا البارت الناس مدى تشوفه قلت له من بعد المظاهرات لانا انشت كلش من دفعه بالمظاهرات وهوايا نزلت وهوايا فحسيت انه بعد وقت بس يجي اليوم اللي ان شاء الله يعني انا ويهم ما اعرف شلون حندخل بهذا بس عموما انتي هل تحتفظين باراتش الخاصة ولا تشاركيها لا اشاركها بس مع الشخص الصح ها يعني قصد يعني بابليك لي اي لا مرات اشاركها احكي بيها من اختنق يعني واريد اعبر عن ما بداخلي لا احكي بيها ان شاء الله صارت كلش مثلا مزعجة خلص كلش مزعجة والنازة تحكي بيها هوايا احنا بالعراق اكو طبقة مثقفة شبيرة بس بنفس الوقت عدنا حب للرأي يعني الرأينا من نحكي برأينا نحكي كأنه ما اكو تفرد وما نحب نسمع هاي طبقة طبقة الاخرى طبقة اللي هي تابعة يعني تمشي وارا الروجة هذا قال هي شي صح كنا هي صح رجع واحد ثانية ما نحبه قال لا بس غلط اي والله لا لا كنامك صح فاحس بعد شوية وقت انه انت تقدر صدق تحكي بآرائك بباحتك اي انا تذري انا بالنسبة لي اني عندي هوايا آراء بس ما اقول اي بعدنا بدنا نتقبل الشعب العراقي بفترة احس هسه محتاج انه تتكون عنده صورة او مو تتكون عنده يتكون عنده واقع مريح اكثر واقع يقدر يقرر به وشي يريد طح قبل ما يسمع لي كلام فلان او كلام ميس او تنظيرات ميس او هذا لا خلي هو هذا الجيل يفهم هو شي يريد يتوفر له يعني انا مريد احكم على جيل كامل واني ما موفر له السبل لتخليه يكون فكرة فما احب دائما اتعارض ويا لان انا جوز كونت فكري بسبب دراسة مثل العائلة الدار مدارك انطتك المساحة اللي تكون بها هاي الافكار فاحس هسه انه واي نازده تنظر عليهم صح عفوهم شوية خليه يفتهمون ووفروا لهم ووفروا لهم التعليم الصح الاكتيفتيز الصح القراءة الصح هو راح يلقي طريقة مثل ما احنا لقينا صح مي بالمية الانفايرومنت كلش تلعب دور انه تكون المكان اللي انت بيموفر لك كل شيء انت تقدر يعني فلورش بضبط او شخص مثلك يشاركهم الرأي ناقص جان يعني ايه اياني باعتبار البثا اه اوكي تهمتش يعني باعتبار التخصص تخصص ايك اي لايف كوتش انت لايف كوتش تقدر تقولي يعني انا هسه مثلا من حنصح شخص حنصحها من واقع تجربتي بس تجربتي ما رح تنطبق عليك حتى الرأي السياسي حتى الرأي العلمي هما هم الى الى تبعاته لكن من لايف كوتش مثل مهند لشان اذاك اليوم تذكر قلت لك انا اذا انتقد من اكو شخصيات عامة حتى ان كانت اذا مثلا الها تأثير من ناحية فاشن او من ناحية ميكوب او من ناحية حتى لايف ستايل انا افضل لا ينصحون يعني لا ينصحون مثلا شون التعامل مع الزوج او شون التعامل مع الاهل او الاطفال مختصاصك مختصاصك انا بعدني انا كلش مهتم انه عارف طريقة تفكيرش انتي البروستس مالتش الذهن انتي لما تكونين بلشة مثلا مشروع كبير ناو مثلا راقايدون احنا كنا ما ندري انه رح يصغير بعدين بوم كلش طلع كتابة هاي تحضيرات كلها اي صح منذها تحضرين الفاتشي هيش كبير واكو حوالي هواية سيكرسي يعني مادة تطلع الاخبار مالتا فشون تكون تحضيراتش الذهنية شون الاشياء اللي تدور في بالتش يعني اول شي انا امن بما قولت واتموا اعمالكم بالكتمان ذاته اي تدور تقول بوم فجأة صحيح لكن صحيح شهور تحضيرات اراق ايدل خصوصا مختلف تماما عن ما قبله من قدمت اول شي خيط وخير بعدين كهرمانة بعدين بيت بيوتي وانبتوين مثلا كانت عادي المؤتمرات والاشياء اللي انا اسويها يعني ببرى التلفزيون قبل اراق ايدل كان البروبوزل صباح الخير يا عرب اوكي وتم التحضير لصباح الخير يا عرب حقيقة يعني هذا واوجه تحية للكادر يعني بالكامل لصباح الخير يا عرب فوهم ما حد شان يعرف بالموضوع على اساس انه واحد ثلاثة ميز حتكون بصباح الخير يا عرب من المين بريزنترز فوقت اتذكر حتى حجيت يا استاذ اوسي الشرقي قلت له حطلع من ام بي سي عراق فانت يعني شنو تنصح او اذا انت توافق او لا كان يقولي اني بنوتي اريدها تكبر واني اذا شوفها بمكان كلش شبير فأتمنى لك التوفيق اني ها ما نساها هاي العبارات من شخصة يعني ايه ما شاء الله رائع فاني قلت له اوكي ورحنا وفعلا وصار الولكومينج ديش قد قلت لك واحد ثلاثة عشرين عشرين اوكي رحنا صار ميتنج كلها قامت الصفق كانت انا وولد ويايا من البحرين احنا هندخل هاي فاني هنانا صارت الكورونا وراء اسبوع ثلاثة ثلاثة نسدد دبي صح نسدد العالم صح نسدد الدنيا ممنوع احدي طب يا معوديني شنو القصة ان شاء الله خلينا نشوف بس شون حتى نفكي الامور اجا رمضان خلاص رمضان جاني تليفون قال تم تقليص العداد بسبب كورونا ما نعرف فان شاء الله نشوف بالمستقبل اشان رح يتصير انتهنا ناني دخلت بدبريشن اللي هو صباح الخير يا عرب راح شلون ما عرف شنو هاي فبشهر نهاية التاسع جاني تليفون من أليكس بروديوسر اللي هو هيد بروديوسرز بي أم بي سي جروب جاني يقول لي ما راح يقدم عراق آيدل قلت له محروف ضحك جاني يقول لي تذكري من راح صباح الخير يا عرب وقلنا الله قاسم شي جوز أكبر كليس جاني يقول لي راح تقدم عراق آيدل ميس عنبر واو قلت له آني يس هاي ما نساها والله قاعدين بالبيت بعدنا كوفيد يعني دحشيلك على نهاية التاسع عشرين عشرين بعدنا كوفيد بعدنا كوفيد يعني لبت الموضوع قلت شنو قلت آني شون سألت على والدي قلت له كذا 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 وقال لي صوفان أنت آني توك شو وأهلا بكم أعزان المشاهدين لهذا إلى ميس واقفة على الستيج وكانت مسؤولية كل الشبيرة التحضيرات اللي صارت هنا أجيلك للنقطة الأهم التحضيرات اللي صارت من شهر التاسع عشرين عشرين إلى شهر الواحد وأني واقفة لايف قدام الملايين صعبة قاتلة طبعا كان ويايا المدرب اللي أوجه له أكبر تحية لأستاذ عصام بو خالد يعني أذكر أول ما قابلته أول شي حتشو ويايا زوم كوفيد إحنا قاعدت خيلة إعلامية دا تدرب بهذا شتب دبي بعدني قال لي وراح تنزلين اللبنان حتى نلتقي فيس تو فيس أوكي أوكي حتشو ويايا من اتقابلنا آني ويا فأك وكفة معينة طريقة نطق معينة قراءة الأوتوكيو آني مقرأ أوتوكيو يعني آني كل البرامج اللي أقدمها شون هستدن سول فأني ارتجال وأني معدة بنفس الوقت فحافظة فعصام بو خالد بدأ ويايا من مرحلة الصفر إلى أن وقفت هاي التحضيرات مو سهلة حتى تطلع بشكل صحيح كان في أخطاء رحبة المسرح رحبة الناس لايف حدثت أخطاء بالموسم الثاني نقول قلت بنسبة 90% لأنها تجارب جديدة تحضيراتي دائما هي تكون وحدي آني متفردة يعني ما أحب أن أكون بهوسع ممكن أقول بيش غرفة وحدي وأبدأ أدرب بيني وبين نفسي لحد ما أنا أكون قادرة أني أمثل هذا الشي ممتاز يعني نفس التحضيرات هذه قبل كل مثلاً كل حلقة نفس البروستس هذا تقولين واحدة لازم السنتر يور انرجي مثلاً وعندي من رانا اللي هي ويايا بإدارة الأعمال في لبنان وصديقة بنفس الوقت وصلني لمرحلة صداقة قوية أنه أنا طالبة منها قبل ساعة من ما أكون لايف على ستيج تسحب تليفوني تسحب قبل ساعة قبل ساعة ليش لازم أصفي ذهني ما أقدر أقولها يعني في حالة وحدة التليفون يرجع لي إذا والدتي دقت أكثر من مرة صح بسوى التليفون عدها فهي دا تشوف منه دايدك إذا والدتي دقت أكثر من مرة ردي وقل لها مثلا ميس بالكواليز دا تتمرن بس لازم أصفي ذهني لأن لاحظت نفسي من يكون تليفوني بإيدي وأطلع وقف قدام الناس مشتتة مشتتة فلازم لا أدخل بمود أوراقي بإيدي قاعدة على صفحة الشباب بعراق آيدا اللي يذكرون هذا الشي عندي كرسي بزاوية أقعد عليه يجيبوا لي القهوة مي أكون قاعدة على صفحة أوراقي بإيدي وتحضيرات قبل ساعة من كل حلقة يلا أمشي وأقف وأقول أهلا بيكم بحلقة جديدة من برنامج عراق آيدل طبعا هو لازم هيت شي ما تقدرين تأخذين هيت شغلة بهذا الحجم بسهولة صعبة نعم صعبة التليفون راح يروح بأي بعد ما حطى حتى على الطابق انت شفتني شو سوات أول من جد قاعدتها شو مرتا ورا صح ماكو أي شي قدامج صح طيب من ملاحظاتي آني أنت ما شاء الله عليك قدام الكاميرا ورا الكاميرا نفس الشخص شكرا يعني تدري أشكرك أقول لك آني أنت والله احتاريت وياك مرة لزم الماء مرة لزم الكهوة مرة لزم الماء حتى حتى ما تدعبين المشكلتين هم طيبين ماء وقهوة عشان تيدك ايه رسنت اللي بالنسبح حولت dive coffee لأ لاic هل الأي اليوم ماما قلت لي تشربين قهوة تركية لا طبعا خصة من ايدك ايه فأني نزلتها للفيديو شفت انت بس امي لعبتني طلعت هاي القهوة التركية اللي بطعم البندق مدري هيا القهوة تبندق مدري مو حنو شنية القهوة المهم اللي يشرب قهوة استحالة يتقبل بيها ولو نقطة شكر أو نكهة يعني هاي اللي على قولتك هاي الفروباتشينو وموكاتشينو ومدر منو هاي بالنسبة لي عصير نبيع حالات بس أنا ما صح صح يا أما قهوة سادة يعني أمريكانو لونغو أو قهوة تركية بس من هاي الوجه هاي جماعة القهوة لقلت على السؤال مو برقاعدو برقاعدو لازم أنت تطلعين بصورة معينة صحيح بس قصدي مثلا هاي كانت الملاحظة عندي من أول ما التقنية أنت نفس الشخص هنا ونفس الشخص هنا أعتقد يعني ما أقدر أمدح نفسي بهذا الموضوع بس أنا سامعتها بس أكيد أكفت شغلات أنت تكونين منتبه عليهم تقولين أن لحظة هنا أنا مثلا راح أعكس صورة مو هي الصورة اللي أنا أريد أعكسها صحيح هواية ما محتاج أنت تخلق صورة للشخص حتى ينبهر بيك أنا هي شي يعني نفس شخصي لذلك أنا مقلة بالسوشال ميديا ما راح أنقل شي مو حقيقي يعني من أنزل اكتفتيز دا سويها أنا مو يومي يم سوي اكتفتيز فما محتاج أخلق واقع أو أخلق مو واقع ماش يسمي أخلق صورة ثانية عن واقعي بهالطريقة يعني أكو يعني ينطمون طاقة جداً شبيرة ألاحظهم بالسوشال ميديا طاقة ما موجودة بالحياة صورة ما موجودة أنت أكثر واحد تعرف الإنسان مو يوميا يطلع هو اليوميا يطلع هذا شنو عنده حياة إذا أنا يوميا أطلع أكم أقول ذاك اليوم ممكن قالها المخترع الموبايل سيت اسمه بس قال اللي قاضي خمس ساعة على التليفون ما عنده حياة زين أنت إذا اللي اخترع الموبايل هي جدا يقول ففحلياً أنا من دا أنقل 24 ساعة أنا أينو طبعاً أكيد أكو فئة كبيرة منهم هذا عمل صار بالنسبة لها بس حلو أنه أسوي مزيج ما بين العمل وما بين الحقيقة أنا حقيقتي أضحك بهالطريقة هاي أو أنا حقيقتي أكون صريحة هنا مو صريحة هنا أنا حبابة بشوشة أنا لاحظت أنه مثل ما أنت دا تقول أنا بنات أنا أتفاجأ بيهم يعني مثلاً أسمع كلمة فلانا شايفة نفسها أقولها لا والله فلانا حبابة قلش حبابة فتقول لي وياك مويا العامة بس أنت تشوفها بالسوشال ميديا حبابة ويا ناس حبابة لا خليني نفس الشخص حنحب أكثر حكون أقرب ماكو داعي أرسم بصورة مو حقيقية وآني الحبابة الفرندلي الأضحك بعدين من تشوفني أنا مغدى بوزو قاعدة ما كدر عايشة بيج وجهين ما صعباً أنت مرات تنزلين يصل في مغدتها بالتلفون يعني أي دائماً أنزلها ومدون مكياج بس ما أقول ما أحطها فلتر ما أقول ما أحطها شويتة يعني وهاي أسويها بس مو المبالغ بي على أقل أنا أعرف نفسي آني بهاي الصورة يعني فهي فعلياً حتى الصورة اللي تنزلوها تدري هداك اليوم أختي صاروا إياها موقف فتتقول لي عافية باعي هاش قد حلو شونيج عيونها وشون فبعت عليها قلتها مواني أختي جدامت أنا هم مننزل صورة أسوي فلتر بها الطريقة هاي لا أنا عندي حبوب وجهي أنا عنديها بس مرات من أنزل صورة أشيلهم يعني فبعتها قلت لزان أختي أنا وياك بنفس البيت وأني سوي إدت فهاي الصورة اللي قامت تنطي الكمال لحد الجنون كما تسأثر على البنات فأني برأيي خلنا ننقل صورة شوية طبيعية أكتر سلنصر مبالغ بينا بالطبيعة ولا أنه أروح لي التصنع بشكل مبالغ ما أعتقد ما أعتقد تقدرين تسوي صناعة للبساطة أو الواحد يكون على طبيعته يعني هي أنت على طبيعتك صنعين على طبيعتك بالضبط يعني ما أعتقد أنه الواحد يقدر يتصنع أنه أنا يخليني أكون على طبيعتي لا أنت على طبيعتك تصنع حاوليني يتصنعون يكون على طبيعتهم تصنع شخصية مو موجودة أي هذا هذا المعنى مو على طبيعتهم أي مو دا لا بس هو دا يصنع لك شخصية على طبيعتي واو ها كل شيء إي يعني مثلا أنا إذا أصور بالإنستغرام أنه أنا مثلا على طبيعتي أحتسي القهوة بهذا الشكل مثلا أو أنا على طبيعتي ما يعني أرفت فأنت من تشوف الواقع بعينك وهم حيتصنع لك هذا الواقع يعني هو هم حيخلق قدام الناس أنه أنا هي بس هو مو هي وحيتعب بالمناسبة الشخصة اللي هي شي يتعب صح لأنه ما راح يلقي نفسه نفسه هتضيع منه صح يا أعتقد أنا بالنسبة لي أعتقد لازم يكون الإنسان يعني عنده مبدأ معين بكل شي يريد يسوي أنه أنا أسوي بهاي الطريقة صحيح أو ما أسوي بغير هذة الطريقة يعني مثلا هذا الشي اللي أريد أسوي إذا سوينا عكسها معناها راح نقدر نسوي أي شي حتى الغلط يصير سهل صحيح يعني لازم يكون في الأساس أنه شنو الفائدة أو شنو الشي الصحيح بهاي المنطقة هنا يعني حبيتها قصدي أنه مثلا أريد أسوي عني اليوم بودكاست شنو أحسن طريقة أقدر أطلع بها بودكاست صح أمو أنه بس لأن الكل عندي رسالة مضمون ورع هذا الشي وشنو مثلا قررت مثلا شو الأشياء اللي أقدر أسويها شو الأشياء اللي ما أريد أسويها المارد أسويها اللي ما تتماش بالضبط صحيح زين هنا تكلمنا على البداية ما لتشو كل شي أي واحد من البرامج اشتغلت بها هو كان أكثر برنامج حبيت اشتغلين عليه أعتقد عراق آيدل أي عراق آيدل لماذا؟ يعني عادة أنه الضخامة ماتة وحجمه وكل شي بس مو بالإنتاج قريب من قلبي لأنه خلى العائلة العراقية بالكامل تعرفني قبل شنة يعني بس النساء يعني اللي تابع كهرمانة اللي تابع بيت بيوتي تعرف ما يسعنبر عراق آيدل خلى بعد السيزن الأول من نزلت البغداد أطفال يجون يعني خالة خالة نخصوا روياش مدري شنو أم شبيرة رجال شبير بالعمر من رحة رجعت صورت بالمتنبي واحد من الشباب إجا جاني يقول لي نصور فيديو أريد أشوفها الأهلي إحنا كنا نقعد ننتنرج شاب شاب يعني ما شاء الله الله يحفظ فالعائلة العراقية بأمريكا العائلة العراقية باستراليا العائلة العراقية فالأقرب إلى قلبي لأني جماهيريا صرت أقرب للناس لكل الفئات وهذا كان الأجمل ممتاز طيب طيب يشوفون يشوفون ما يشوفون شعرها شعرها شعر حط ميكب يروحون يشوفون تأثير هنا صحيح حسب البرنامج اللي هو من شنة قدم بيت بيوتي وكهرمانة كان الكونتنت مالتي أكثر متعلق بهاي الأمور ده نحكي عن المرأة من ناحية الجمال الداخلي والخارجي البرنامجين كانوا به الإطار هذا كهرمانة كان يناقش اللايف ستايل الفاشن التغذية الثقافة الذهنية خلنا نقول دعم المرأة من كل النواحي بيت بيوتي كان نفس الإطار يعني بهال فشانت لقي شوية محتوى مالتي سوشال ميديا شوية متعمق أكثر بهالأشياء عين من يسألوني بنات أجاوب أو أنا هم شنت أسوي مثلا تعالوا أنتو مدسألوني شون أسوي الميكوب اليوم مالتي أسوي لهم قدامهم شون أسوي شعري أسوي لهم بس من رحت العراق آيدل أو لي رحت اتجهت أكثر لأني أكون أمسي على ستيجينج أمسي أكثر بمؤتمرات لا أقل هذا الشي لأنه أنا مدى أسوي عرفت أكو برامج أخرى وبنات بصراحة بالسوشال ميديا هذا مكانهم الصح عرفت يعني شون أقول لك أنا دائما أؤمن أنه كل شخص إلى مكانه يعني تكنقراط أنا حب مصطلح التكنقراط أنت خلينا نقول شغلتك أنه مهندس أنت نصائح بالهندسة أنا حاليا بتعدد تماما عن هاي البرامج بتعدد تماما عن اللقاء بضيوفي يعني مختصين بهاي الأمور مو كل شوية خطوط الموضة مع أنها كانت جزء من إعدادي لازم أتابعهم وشوفهم ومنون نسوى هذا العرض وشنو الألوان الرائجة بهذا الوقت فشن تعرف حس بصراحك وهالأمور يعني راحت فقامت تنزل على السوشال ميديا ميسش تلبس بحياتها اليومية حلا فأكو بنات يحبون هذا الشي فصار البراندينج حتى الناس يمكن كلمة البراندينج إحنا ناخدها من ناحية أنه براندينج لميس عنبر أنه ميس عنبر عادة تلبس أقمشة بناطير أقمشة ويألوان حيادية مرات تكون مجنونة بس الأغلب لا الشعر بسيط جدا ميكوب بسيط جدا فيعني صار هذا تطلعين مرات على السوشال ميديا تلبسين هودي تذكرين مرة قلتين هواية بعدش تلبسين هودي صح بعدني ألبس هودي لا لا إختصاص هودي إختصاص هودي إختصاص هودي وإختصاص يعني هسا قليته قلل يعني الموضوع هواية أنا توم بوي أيام الجامعة مخيف آه والله إيه كلش والدي كانت كلش أضوش من هذا الموضوع لأن جماعة البناطير الباقي بوتينات أكره الكعب ما أعرف أمشي بكعب لحد الآن لحد الآن لازم بس 7 سنتيمتر أكثر من هين شي أتشبح لدي أقول لك ياها يعني صح ما أعرف يعني خلاصية قابلية فوالدتي أتذكر ب قلتتي فترة من فترات آنئيم أصلا واو يس يا شفاني أنا أديت والدتي هواية بالمراهقة يعني مالتي يعني قلت لك جد كلش حساسة وخيش ند أحشي لك أشياء مو هواية ناس تأروها أي طبعا جد كلش حساسة فدخلت بأكثر من فيز دخلت بفيز التديون هذا يعني قبل البكالوريا حرام الأغاني حرام الحرام حرام حرام وشنت يعني أسمع أشرطة وما أعرف شنو خافوا أهلي كوش خافوا لأنه لأنه مو توجه واضح لا لا توجه تعصب كان يعني كان أكو تأثير من النية بالمدرسة يعني فأهلي متدينين لكن ناحية نقول موضوعية أكثر الدين بوسطية فطلعت من هذا الموضوع كان أصير لهم إيمو يعني أنا شعري العيون السودة اللبس الكل عبارة عن جواجهم صح هذا الفيز أعتقد 18 17 سنة يعني قبل الجامعة قبل ما تخليم جامعة حيا أول سنة جامعة استعدلت ثاني سنة جامعة استعدلت صرت ميس بس ميس اللي ستايلها يعني من زمان آني ستايل عبارة عن باقي وهدوم عريضة ولحد الآن بالبيعي توهيد شي لا حتى إسا إذا نريد نطلع عن إياك نقعد بمكان يعني هشي فرندلي وآني مرتاحة لا تلقيني عريضة بوتينات وقمصان عريضة وآي حالو بس الناس تريد ميس عمبر الأنيق بالمناسبة أنتي قبل كم سنة فتحتي مشروع مع سيفن دايمانشنز صحيح صحيح اللي هو عيادة بالضبط هو مؤاني يعني حتى يكون كلش دايريكت هو صاحب الفكرة أخويا هو المؤسس أنا نقول الفاوندر فاوندر لسيفن دايمانشن بمساعدة أكيد البيك بوس بابا وكانت الفكرة أنه يعني تأسيس بزنس خاص بالعائلة لكن بشكل مختلف لأن والدي أسس جامعتين أكاديميا ما شاء الله أي فعلا يسلمك فردنا شوية رد أخويا يكسر هذا الموضوع أنا دخلت وياه من ناحية إدارية ما شاء الله وشون كانت هالتجربة بنسبة لك إدارة إدارة بزنس يعني شون أول من فتحت العيادة كانت موجودة وياهم بزنس كبزنس ديفلوبمنت يعني كانت بهذا المجال وياه بعدين إجا عراق أيضا أخذني منه بالفترة هاي السنة الأخيرة رجعت كمدير تنفيذي يعني إدارياً صعبة يعني وخصوصاً من أكو اختلاف بالشخصيات طبعاً يعني أخوي قيادي بحت و بس بنفس الوقت آني الأكثر آني شوية المدير الحباب آه أوكي ويا القصد شوية الموظفين ويا الموظفين حباب وهاي متشت بالبداية مستوعبة أنه الشخصية القيادية المفروض تكون أقوى تكون أكو الفيجن تسمع بس أكو هم فيجن أكو هاي ف صعب الإدارة صعبة إدارة البزنس بحد ذاته كمؤسسة بها أفراد غيرك مو سهلة وغير أنه أنت لازم تكون متفرغ لازم تكون فاهم أنا لحد هاي اللحظة ده أتعلم طبعاً خصوصاً مثلاً الأمور المالية الأمور الإدارية مع أنه أخوي أظهر مني لكن أنا اعتبره هسه هو اللي هو ده يعلمني هو اللي ده يخليني أتعلم كل جزء من طبعاً إي 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 لأنه هو هو الشخص اللي أسس المكان واستمر لحد هاي اللحظة الهسن تيان ونص هي فأني سأل الدخيل الجديد عليهم لنتعلم بس تجربة حلوة ما شاء الله طيب آخر سؤال بعدين رح نلعب يلا شوية شنو الطموح ما ريد بس شنو الرسالة لتطمحين تحقيقيها لأن خاصة تكون أنا ما أحب أشارك بس شنو الشي اللي تريدين تتحقيقي سواء على ككارير واز ولا على السوشال ميديا ولا بالعالم اللي حقوله هو شي صعب يعني أنه ما عرف إذا أكو يعني رح يتفهموا هواي نساء موجودين بالميديا حاليا عراقيات أكبر أكبر طموح عندي هو أنه صورة مقدمة البرامج والإعلامية العراقية يعني تصير لها مكانة جدا شبيرة وتتنظف ريسنتلي لأنه صار أكو هواية بلبلة صار أكو تشويه لإعلامية العراقية على التلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بأسامي وشخصيات لا تمد بصيلة لهذا المجال أكو صورة للمرأة العراقية إحنا المفروض نكون المرآة مالتها أنا ما أفرق كمهنة أنا مهنتي مقدمة برامج بنفس الوقت أنا عندي هواية أمور أخرى بحياتي غير هذا مثل مثل الطبيبة مثل المهندسة أنا أروح لمؤسسة أقدم برنامجي وأرجع أمارس حياتي الشخصية تمام مع الأسف آخر ثمانة سنين تم تشويه هاي الصورة صارت الكلمة إعلامية كأنه ماذا تغلط على أحد يعني عوفك من هاي إعلامية زين هو ما قزب أيضا وهي مو مقدمة برامج ولا على التلفزيون هو قزب مثلا ممكن يكون شخص هاي المرأة ناقل للكلام من نوع التفرفر من مكان الثاني فقام يعني شون مصطلح إعلامية صار كأنه مسبة الصورة تشوهت صار عبالك أكو مسابقة منه يجيب إعلامية تشوه الصورة أكثر من الثاني فأطمح أول شي أنه هاي الصورة الإعلام بحد ذاته هو رسالة أنت مرأة لمجتمع بالكامل لأن أنت الصورة تحكس هذا المجتمع 42 مليون نسمة منه يمثلهم يمثلهم كتاب أول شي طبعا طبق السياسية بعدين عندك كتاب عندك صحفيين عندك يعني ناحية الثقافية نجي على الناحية الثقافية ناحية السياسية بعدين يمثلك مثلا المجال العلمي الفن حتى العلمي أن أنت يكون عندك أطباء مهندسين غيره غيره هذول الشخصيات المعدودة هي اللي تمثلك بره أنا شلون أعرف أنه المرأة العراقية مرأة مثقفة جميلة واعية غير من هذول الطبقات الواضحة من سفراء إذا كانت سفيرة مرأة تمثلني مجتمعيا سياسيا علميا غيره فوحدة من هاي الأجزاء الأساسية هي ثقافة الثقافة والفن ولذلك أكون قابة وأكو وزارة وأكو غيره إذن هي مهمة حالها من حال كل التخصصات فالغاية الأولى أني أنا أمثل المرأة العراقية بالشكل الصحيح بعد كأس الخليج بالبصرة لاحظنا من أخواننا الخليجيين كانوا شي يقولون إحنا نعتب عليكم ما نقلتونا هاي الصورة على السوشال ميديا ما نقلتو هاي الصورة بالإعلام أنتو هيكي الشعب عتكم كريم أنتو هيكي الشعب معطاء أنتو العراق بهالجمال إذن هي مسؤوليتي أقول أنه المرأة العراقية هي بهذه الثقافة بهذا الرقي وأنه يعني أنه إحنا نقدر بعد أكثر نوصل ونوصل فأنقول الومن امبارمت هذا ما يقول أنه أنا كان يعني ما ندأقول أنا نسوية لأنه شوية يعني مصطلح على الجدل مو قصة علي جدل بس أنا مداخلة بهالسياق بصراحة يعني أبدا أدعم نعم العديد من الصفحات أو النسويات أدعمهم لكن أنا مداخلة بشكل صريح لكن إيه أريد يكون عندنا قوة واضحة بالمجتمع يكون عندنا حقوق الواضحة أكيد بمجتمعنا حقوقنا بطريقة عادلة أحب العدل آني هوايا فيكون أكو عادل من ناحية الوظائف وغيره وغيره فهذا الحلم مالتي أنه المرأة العراقية يكون لها صورة جميلة تستحق أوكي أكو أكو جيم اسمه أهي 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 أوكي يعني عمري ما سويت شغلة شغلة فهذه النسخة المعربة أو النسخة العراقية من عنده زين إي و لا إي و لا اللي هي أول شي بالبداية هاي إلتش شكراً أوكي وهاي إلي اللي أنا نوعش راح لعب نفس الجيم وهاي راح خليها بالنص هنا أوكي ها أنت ما حتى تلعب ويايا؟ إي حتى يصير أحلى لو بحثش تلعبين آه أنا عشت دور ثاني زين فإن شاء الله راح صير أنه الجيم إحنا سمينا عمري ما يعني عمري ما سويت فلان شغلة عمري ما عمري ما وورا هي جفت شي فراح أسألش مثلاً هاي صارت عمري ما أحبك أغنية صارت مو ممكن عبالكيشي عبالكيش راح تصير زين عمري مثلاً ما سقت سيارة أبويا بدون ما يدري لا إي يعني أنت سأ يعني هذا مثال أوكي ما سويتها فأقول إي إذا ما سويتها أقولي إي إذا ما سويتها أقولي إي إي ولا لا إي عمري ما سقت إي عمري ما سقت لا قولي لا إذا إي يعني سويت حدد حدد مهند لازم لازم نتفق على الشيء محسب السؤال ها أوكي إذا خلنا نجرب يلا زين أوكي خلنا نجرب هذا السؤال عمري ما سقت سيارة أبويا بدون ما يدري عمري ما سقتها إي أوكي حلو أوكي إي آني آني أم ولد عادي ما كولد ما مزويها زين تتعرفين شوك سقت عمري كان 14 سنة أول مرة أخذت بيها رخصة كليش أخاف من السياقة صدق؟ أعرفت اليوم من أنت جئت على الشيء لا لا هس عجبك لا ما حديركبوا يا أيا هل قد ما سوق سريع وشيسم ما شاء الله إليك زين أمري ما دخنت جيكارة وأني بالمدرسة دخنتي أو ما دخنتي لا ما دخنت لا أنت دخنت آني راح يعني شون زيويتي إي لا إي لا لا تسويتي يعني باد بوي ليش يشي يعني شون أقول دائماً أكون شلة هاي تتعرفين عليها بالمدرسة فترة من الفترات أكون شلة السوق لازم تدخل بعدين أرجع أقول هل تسوي بنفسي آني خلأ أرجع تنتيني شوية بالمراهقة 15-16 سنة لازم تدخلين هاي ترى هو لازم واحد يجرب بس ورها أكيد مسؤولية الأهل اللي هي ترجع ترجعك للطريقة الصح دائماً أكتشفت أني أبد التدخين مولي يعني ما دخل يعني مرات هي شي بس التدخين مضر بس صح صح بضوت زيب زيب أمري ما كسرت عظم بجسمين نا كسرت كسرت شون كسرت هسه صار لسنة ونص أصلاً مدى أقدر حتى أروح لل سويت الهاندستاند أوكي يعني وقفت على إيدي استندت على الحايط من رجعت فعندي صار عندي طقت العظمة منها لهنا دائماً شون سويت الهاندستاند؟ هاي المتوقفين هيش على أيدياش بس وقفت على إيدي أي أي بالعكس وفتحت بالهوى 180 سديت دا أنزل النزلة ما التي حركت بها المفصل فصار الاستناد هنا فصار أكو طقّة يعني فطر منها لهنا منكسرت بالكامل لكن العظمة حتى بالأكسري طقّة منها لهنا زيب وانا وجهتي شوية وهسا؟ بعدها يجي التأمة مثل ما هي لأن الحل الوحيد بهاي الطريقة لازم يكسر لك العظمة ويرجع يسويها لأن الفطر صار بالداخل يعني منها لهنا لازم يكسر أوكي زيان هذا شونا الجانب هذا من الرياضة ما تشمع extreme sport مو extreme sport بس هاي الرياضة هذا ما حد يعرف أنا متنزليني تايش ما نزل بالجيم لا لا ما نزل أبدا يعني بس صار لي صار لي سنة ونص بتعدت لذلك الكل يقول لي أنت ضعفانة أنا ما ضعفانة وزن يعني ما ضعفانة دهون أنا ضعفانة كل عضلي يعني أنا سبب هاي الاصابة طبعا لأنه أنا منعت من روحة الجيم أنه أتدرب الجزء العلوي من جسمك فأني قمت أتعاجز أروح بس أمشي أو أدرب رجلي فصار صار عندي نزول بالعضل فشان وزني بوقتها 64 صار وزني 58 عضل كلها راحل بجسمي فبينت جدا ضعيفة طيب التشكتش أنت تروحين للجيم مثلا بشكل يومي بشكل يومي بشكل يومي ساعة كنت أقعد دائما الصبح أخذ موزايا أتجه ألعب رياضة مرة تكون مع مدرب أو من دون مدرب وبعدين أرجع لبيت زيان هل الجيم مهم بالنسبة لك أنت ولا لأن على المد الشغل تحتاجين تروح للجيم للجيم لاثنين بصراحة نفسيتي كانت أحسن جسمي شكله أحلى أكل براحتي بالإضافة إلى شكل الملابس والجسم الوقفة الظهر هذا على الشاشة كلها مختلفة صح هسا أكو أكو نية الرجوع أكو نية كل الشبيرة للرجوع فإذا رجعت هنطيك أول واحد خبر حلو ماشاء الله حلو ممتاز زيان عمري ما كذبت على أهلي أبد ما نعم كذبة شنو إيه عمرك ما كذبت بالغلط بالغلط أنا إذا نتطرش بعدين لا طبعا مكذبة كذبات بيضة يعني ها أوكي إيه إيه كذبات بيضة نمتي من وقت هاي شاف من الطب عليك وماكو التقاعد شاطرة بالمدرسة ورحتي ليش تأخرتي شارع أستحام يا شارع أستحام تقمت من المطعام الواتساب ما التي نمسح كلها تفرمت لا فراحت المسجات كلها لا والله مو كانت طب بيت كتبت لك ذا كل يوم قلت لك أقول لك دزلي الأسئلة لا دزلي التاريخ ما التصوير لأن الواتساب ما التي تفرمت همو الواتساب تفرمت آني مساحت المسج آني هسا يعني ما أعرف شادوس شوف أعترفت بالحقيقة كذبت بوقتها كذبة بيضة ناستحيت أقول لك مساحت المسج لا عادي لأن أكو ناس تقول يعني تستغرب بيها هاي العادة صح أنت أنت تمسحين المسجات ليش أمسح المسج يومية بالليل هسا اليوم بس أوصل مثلا أبدي أفتح شنو مسجات ما مجاوبة عليها OCD OCD بعنف تبا انتبهت أنه أنا قلاسة واحد صف الثاني كل ما أوخر أسوي له ميتش ما انتبهت بصراحة ما أنا مو OCD شلت OCD بس يعني كدرت والله أنا دي يقولولي لازم لأنه ده تزيد ها صدق لازم تشغلي نفسك مو أنا حتى لو أنشغل مهند I'm very busy بس ده أقول لك ما تلاحظ مرات أجاوبك مثلا بـ 12 أو بالوحدة بالليل وأعتذر آسفة بس أنا قبل ما أنام استحالة أنام إذا ما أفتح كل المسجات أجاوب عليهم وورا ما أجاوب شو سوي تك 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 أمسحهم أبقي كم مسج أساسيات يعني ما المفروضين مسحا بهن أرشفة بس أي مسج ثانية تم مسح الإيميل لازم مفتوح وممسوح الصور اللي ما أريدها ممسوحة واو أنا أتمنى أقعد إيش أسوي هاي الشغلة كل يوم ما لمسح الصور اللي ما أريدها أو ما عندي يعني هسا دانطيك تليفوني هتلقي بي 81 صورة مستحيل بس والله عمري ما عدت إهداء هدية جتني هدية ورجعت الطيثة الواحد الثاني يعني من هو ما يسويها ما أدري يعني يمكن ناس يحتفظون بالهدايا ما أكوهية تجيك هدايا أنت ما تحبها يعني مثلا عطر أنت تعرف نفسك ما رح تستخدمه نهائيا خصة العطور أنا بالعطور صح كلش نحسب العطور فعطره بعده مزدود وما بي شي بس أنا أحاول أعيد إهداءه بطريقة حلوة حطة تب ورد حطة تب شي مزين شنو تتوقعين إحساس الشخص اللي جاب لش هدية إذا عرف كنا نسويها هو مستحيل يعرف أصلا مستحيل يعرفه بصراحة كنا نسويها يعني إلا تقولوا لكلنا الهدايا الجاية لذلك أنا الناس المقربين من عندي زين يعني صديقاتي كلش صديقاتي وأهلي ينطوني فلوس زين عمري ما أكلت بيتزا كاملة وحدي لا زب زايد قطعتين صدق أي والله أنا سويتها قبل أسبوع حتى رجال استغرب صدقاتي مستغرب كم قطعي ميديم سمول ميديم ثمان قطع رح نعاني ولا صديقي بالدوام سنتاء on shape I burn a lot of يعني أنا مثلا بالتدريب من أدرب يعني مثلا ثمان ساعات يعني بغرفة التدريب قاعد أدرب ترى تحرقيني هواية تحرق مرة تكون كل الجوعان فعني ولا صديقي مرة تيش بالأسبوع نروح نخرب الدنيا شوية لا هاي مرة بالأسبوع نخرب نخرب أنا مرة وصديقاتي أكلنا سوشي بعدين أكلنا دجاج مال مكينة وتبولة ولا تسألني شون صارت يعني ويا السوشي بنفس الوقت والله بنفس القاعدة قاعدنا احنا طلبنا سوشي واتنها ثلاثة سارة وريانة واجه لهم تحية فضحتهم طبعا فدكتورة سارة سارة أغا اي دكتورة سارة الآغا طرشات ويانا هنا اي أعرف وريان قاعدنا نحضر يعني تحضيرات عرص دكتورة سارة وطلبنا سوشي أكلنا السوشي احنا بقاني ودا أطلب السوشي طلبت دجاج مكينة وتبولة بالعافية بصراحة أطيب الدجاج مكينة وتبولة أكلنا طيب أكلنا يعني بيه طعم المشكلة هي السوشي مرات ما تعرفين اي واحد يعني حتى المتعودة عليها مرات تطلع بيها فتشغلة وما تعرف نفسك شباعة لو لا يعني ماذا تفتم هاي كم قطعة لازم أكل وهذا صح صحيح زين عمري ما حبيت شخص من طرف واحد لا ما سوتيها لا ممكن احنا مراهقين مغنين أنا اي اي ممكن يعني عموما يعني عموما اي اذا اقول لا يعني اكل تعليقات راح تجييني يا صدقاء اللي اعرفوني راح يقول لي المهند يعني خف عليهم لحظة لعضاني عندي سؤال الي كيتي صارح تبني وفشلتك صارتوا ياك اكيد صارتوا ياك بس ما دتذكر اكيد صاروا ياك الموضوح هذا اكيد صاروا ياك الموضوح هذا بس عادي جدا يجوا صاروا ياك وكملت وكملت عادي عادي شوف اذا مغنين وفنانين اقدر اقول لك اي يعني هاي شايف من انت مراهق وتحب مغني اتعلق صوره باك سريت بويز حتى امريكان دولا اتذكر من رحتي لحفلة اتذكر من جواله او لحد الان اذا يجونا روح لهم بس اذا شخصيا من حياتي اصدقاء معارفها لا ما صارت انا ما اتذكر يعني اكزابول بس اقولي اذا قلت راح يقول لي مهند يعني دع كل يوم بالمصعد شفت البنية رأيسا بعت عليها يعني يعني مو حبيت حبيتها بس باو انه تايك او انها هي حلوة انه يعني حلوة البنية ما بيها شي يعني يلازم الواحد يقدر الجمال هل سعتم مو حب؟ مو يشتغلوني الولد الاصدقاء يشتغلوني هو مو حب يعني هو انت الرجل العراقي يقدر الجمال هواية اي بضع صح مو يتحباب لا والله عادي بس بس يعني قدر الجمال عادي انت لاحظت انه اني صرت مقدمة هسا؟ ما اقدر ما اقدر قلت اسألك ايوا تسأليني اسئلة اني ما اعرفها يعني ما متفقين عليها يعني الاسئلة مالتنا ما شعفتها اي لا يلا كم زيان ام عمري ما مساحة منشور من السوشال ميديا لان ما جاب لايكات اوو عمري يعني عمري ما زي يعني مساحتي منشور ولا ما مساحتي يعني لا لو اي و الله دواختني لا اي 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 اوه اول بارحة سويتها صدر؟ اي والله ليش؟ ماكو الي ينكر انه المشور او الشخصة بغضا النظر شنو سبب شهرتك يعني بس اذا انت كنت بعالم الميديا ما تتأثر نفسيا لا تتأثر وعلى مدهيتش بعض الممثلين اللي بهوليوود كانوا من ينتحرون احنا نقول هذا ليش انتحر مو هذا معقول هاي الفلوس كلها اللي عنده بس انتحر اكو دروب نفسي يصير انا احسه عند الشخص بسبب نزول ليش محبوها شبيها الصورة قلت شعبيتي ما قلها الناس ما حبتني اخوش كله ما حلو فاني مارد طبوا بهاي التساؤلات من ان ازل الصورة ودا شوف التفاعل عليها بغض النظر ممكن توقيت ممكن ناس مجغولة هسا مثلا يعني الفترة دا نمر بيها بعد زلزال سوريا وتركيا احنا نعرف انه خوارزمية الانستجرام لا اراديا هي دا تطلع للناس فقط يعني خلنا نقول البوست اللي خاصة بهذه الامور فبالتالي انت مرح تظهر للناس فحيقل مشاهداتك حتقل هاي نفسيا ما اريد احس هذا الاحساس فامسح ساهمتش ما اريد اي عادي احساس طبيعي زيان امري ما اتجسست على الشخص بالسوشال ميديا ما اتجسست على الشخص بالسوشال ميديا ما اتجسست على الشخص بالسوشال ميديا اشكرك والله وفعلا استمتعت كل شوية والله انا امك يعني المحادثة ما تجس كل شي شي يعني حتى لطيفة وخفيفة وكلها معلومات يعني شكرا جزيلا انا اشكرك مهند اشكرك على هذا البرنامج الحلو ويعني اذا اشوفك طالع بيدي فوق شكرا على الاستضاء لا بالعكس بس فديش راح نبدل الكراسي يا عادي بمشكلة لازم هنسأبو خلاص اكيد اتفقنا شكرا لك شكرا